سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله ما رأى المؤمنون شيئًا من الدنيا إلا تذكروا به واعتبروا واتخذوه سبيلاً إلى الله تعالى ودليلاً يعرفهم بخالقهم جل جلاله كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار عباد الله وفصول السنة تذكر بالآخرة فشدة حر الصيف يذكر بحر جهنم وهو من سمومها وشدة برد الشتاء يذكر بزمهرير جهنم وهو من زمهريرها مما يجب أن يحث المؤمن في مواصلة الاجتهاد في قأفي يطلب الجنة ويتوقى من النار روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير عباد الله ينبغي للمسلم أن يتوسل بفصل الشتاء في التقرب إلى الله تعالى بالصيام والقيام كان بن مسعود رضي الله عنه يقول إذا جاء الشتاء مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام وعن الحسن البصري رحمه الله نعم زمان المؤمن الشتاء ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه ففي الحديث الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة ومعنى أن من صامه يحصل على غنيمة بغير قتال ولا تعب ولا مشقة وأما قيام ليل الشتاء فلطوله يمكن أن تأخذ النفس خذها من النوم ثم تقوم بعد ذلك إلى الصلاة والقرآن فيجمع للمسلم فيه فيجمع للمسلم فيه نومه المحتاج إليه ما إدراك ورده من القرآن فيكمل له مصلحة دينه وراحة بدنه وإسباغ الوضوء في شدة البرد من أفضل الأعمال ينال به الدرجات فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم ألا ما يمح الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط روه مسلم وروى بن سعد أن أمر رضي الله عنه وصائبنه أبد الله عند موته رضي الله عنهما بخصال الإيمان فذكر منها إسباغ الوضوء في اليوم الشاتي والإيثار في الشتاء والإيثار في الشتاء للفقراء بما يدفع عنهم البرد له فضل عظيم رأى بعض الصالحين صفوان بن سليم دخل الجنة بقميصة انكساه رجلا في ليلة باردة بمسجد المدينة رحمه الله تعالى ومما يلزم المسلمين عامة والمؤذنين خاصة إدامة تأقب أوقات الصلاة في فصل الشتاء لأنها سرعان ما تتحول والصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا ينبغي أن يصرفهم عن ذلك ذهاب الثواني والدقائك الساعات لأن لأتبار بالأصل لا بالغير إخوة الإيمان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا أعوام مسلمين من قال جدد قوديم وقال الله سبحانه وتعالى ديبام أرر يوازو وننيني نجمع يومنا أشرين قوة جمع دالآخرة هجران النبي صلى الله عليه وسلم نريشيكرا دبو ديبو 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 أيدي الميلادي يومنا أقوم شاوك وواتان ديبو شيكرا تدبو بيو ديبو أشرين ديبو وانا مخطبا ذاتي مغاناني أكال لووك تنسيني وطولوك تنحالي دمكي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 قنقر نانسي 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 قنقر